كانت عدد خلفاء سبعة وثلاثين خليفة وعاصمة نكوفة ثم الأنبار ثم بغداد ومن أخذ المؤرفة حتى تقصّمه دال العباسية إلى العصرين العصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني العصر العباسي الأول التمايزة بالقوة والإصدغار وكان من 132 هجرية إلى 232 هجرية تمايز هذا العصر بالقوة والإصدغار لأن خلفاء هذا العصر يحفظوا على وحدة بلادي ومسكتلالها ويقوموا بالعديد من الأنبار ثلاثة مجالات الحياة المستدخل العصر العباسي الثاني كان من 232 هجرية إلى 656 هجرية وتمايز هذا العصر بالدخوة للإنهار بسبب أن دعف الخلفاء وزور المستقلة وطمع الجزائي وطمع الجزائي وكان من أشهر الخلفاء هذا العصر أول واحد كان عندنا الخليفة أبو العباسي يعني تمدد حكمهم من 132 هجرية إلى 136 هجرية وهو اسمه عبدالله بن محمد بن عبدالله العباسي ومن أهم أعماله أسس قواعد الدارة العباسية وإيجاد التطريق بين مقر الكوفة وزواده بالمنارات ونقل مقر الخلفاء إلى الكوفة ثم إلى الأنبار كان عندنا تاني واحد الخليفة أبو جعفر المنصود حد عبدالله 136 هجرية إلى 158 هجرية لان من أهم أعماله وهو ده أعرف بالمؤسسة الحقيقة للدارة العباسية لأن النشر الأمر الأمان في كافة ربوع دارة قد على صورات والفتاق وثاني حدثت وبنى مدينة بغداد وتقدم مقارن الخلافة ورقب الولاوة حسبها كان عندنا ثالث واحد الخليفة هارون الرشيد الخليفة هارون الرشيد حكم من 170 هجرية إلى 193 هجرية وكان تميز العصق المدة حكمه كان تميز به اصدهر الزراعة وصناعة وتجارة وتسعرت عن الدارة الإسلامية واضدهار العلم وتقرب العلماء إليه وتشيد الحضائق والفتاق الخليفة الراجع الخليفة المأمون الخليفة المأمون هو ابن هارون الرشيد وحجم من 178 هجرية إلى 214 هجرية وكانت من أهم أعماله تتابع حركة الترجمة لكي يستفيد منها الولاماء المصريين وقدع الصغرات والفتاق في الدارة الإسلامية الخليفة الخليفة المأمون الخليفة المأمون بالله حكم من 218 هجرية إلى 227 هجرية وهو المأمون الرشيد ومدقيها كان من أهم أعماله اهتم بالعلم والعلامات وبنى مدينة ثمراء وحارب النوم وفتحها عمريك والفتوحات الإسلامية التي تفتحت في الدارة العباسية وفتحها في الشمال وفتحها في الشمال وفتحها في النوم وفتحها في النوبة وفي الشرق بلاد موراق النهر وفي الغرب المحيط الأطلنطي وفي الشرق بلاد موراق النهر ومن عوامل سقوط الدارة العباسية ومن عوامل سقوط الدارة العباسية ومن عوامل سقوط الدارة العباسية كان عمدنا أول حاجة سيطرت الدول غير العربية كانت فيه دول غير عربية سيطرت على الدارة العباسية ثانية حاجة كان عندنا زيادة أطمار زيادة أطمار الدارة العباسية للتسارة رقعتها كان عندنا الصراع بين أبناء البيت العباسي بسبب ديادة الدارة العباسية للحوم الأكثر من واحد ومن رابع حاجة لضعف الخلافات وتم أحيات دارة العباسية مرة أخرى على يد الظاهر بيبرس عام ١٥٩٩ ٦٩٩٩ هجريا ١٢١١ ١١٢١ ١٢١ ١٢١ للادي خلاص كده بعد غير العباسية خلاص شكرا للمشاهدة